من غير أن يمضي عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في مغامرتهم ما كان بإمكان الأجيال التي تلت ثورة أن ترى الضوء التي حاول أن يشرق وأن تبصر القيود على الأقدام وأن تطل على الأرض المحرمة التي كانت تسمى اليمن وتصف اليمنين قبيل السادس والعشرين من سبتمبر لقد غامر عدد محدود من المصورين الغربيين الذين وصلوا إلى اليمن بحرا حاملين معهم الوعود والهدايا لإجل الإمام ومعاونيه حتى يتاح لهم توثيق الوجه المعذبة والآثار المرسومة عليها وقد وصلت في العام 1929 أول بعثة سينمائية إلى البلد الملفع بالأساطير والغموض والمغلق تقريبا بوجه الأجانب كما قالت البعثة في إنتاجها قامت البعثة المكونة من شخصين بتصوير أول فيلم وثائقي عن اليمن وهو من الأعمال النادرة كان التصوير في ذلك الزمان امتيازا لا يحصل عليه أحد وإن حدث فهو بشروط فقد طلب من مصور ألماني طباعة رموز بريدية لدولة الإمام والعودة إن أراد أن يشغل كاميراته وقد فعل ذلك وتولى طباعة ألف رمز بريدي مقابل أن يصور مجموعة محدودة من اللقطات التي ظهرت في فيلم وثائقي شهير عن البلد البعيد وكل تلك السور والأفلام لم تكن إلا فكرة بسيطة وملمحا يسير للحياة القاسية التي يعيشها اليمنيون ويدفعون حياتهم ثمنا لها مقابل أن يبقوا على وجه الأرض